في الدقيقة السابعة والعشرون كان هناك يعني دربة جزاء للأهلي بداعي الخشونة ناصر الدوسري ضد الحسن ندعو ما رأيك؟ والله أنا هذه شوية متحفظ عليها بس هذه الثانية أوضح من السومة هذه الكرة المقطوعة واللعب يمكن رمى نفسها بعدين أو شيء يعني بس ما كانت فيها ما شوف أني ترتقي إلى ركلة الجزاء بس الثانية كانت أوضح منها نعم بكل حيادية أستاذ أحمد في الدقيقة الثانية والثلاثين هل استحق يعني جوستافو كويلر بطاقة حمراء لخشونة ضد عبد الرحمن غريب؟ هذه الكل أجمع عليها طبعا عندما تحدث أتمنى أيضا أنه لا يربط حديثي عن التحكيمة وغيرها بأهلوية المعلنة أحيانا طبعا قد تهزمنا عواطفنا لكن في بعض المواقف من الطبيعي جدا نقول الحقيقة كما هي وأنا من الناس اللي لا يمكن أبدا تسيرني من وليا هند وأتمنى أنك تثقين في رأيي عندما تكلم عن هذه المباراة وغيرها أنا بس عشان حسيتك شوي يعني كنت عاطفي ومتحسس بحبيت أنه خدمته هذا فأنا ما أحب أن نكون محايدين يعني في البرنامج أنا من شدة حيادية وتجاه الأمدي أحيانا يعتبروني ماني أهلاوي في كثير من الأمور وفي اليوم أنا ما أتكلم بوجهة نظر أيضا أتكلم بوجهة نظر محللين تحكيميين عندما يعتد ثلاثة أربعة خمسة محللين تحكيميين يقول لك الحكم اليوم حالة طرد واضحة ما أخذها من بداية الشوطة الأول لصالحة الأهلي على الصالحة اللاعب غريب على كويلار اثنين ضربتين جزالة الأمدياية هنرجع لكل واحدة في يوم رئيس الأهلي اليوم طيب أرجع له كمان على أهل استحق الكارت الأحمر بكل صرح بالأسف يعني بخبرة كويلار واللي عنده يعني للأسف تعامل مع الكرة هذه بشكل عنيف وترتقي للطرد طبعا أنا أكيد اللي شفناها هذه أنها ترتقي للطرد أنها تعمد يعني شوفي إيده مش مثلا فيها تعمد أنا ما أدري كيف الحكم يعني ما أخذ فيها قرار للطرد يعني هذه بكل حيادية نتكلم بس أنا سأقول لك أن هذه فيها أثرت على سير المبارا أيضا النتيجة كانت بعدها واحد صفر للهلال يعني بعدها ما تعادل الأهلي لكن أنا سأقول لك أن هذه فيها واضحة وضوحة الشمس أنها تطرد أن اللاعب متعمد أن هذا وكيد أي هلالي شاف هذا قال ليش يا قويرة عملت هذا ويمكن درب طلعه هو زعلان أيضا طلعه غضمان لأنه يمكن يتهور في أي لحظة وينطرد ويخسر الهلال لاعب أساسي نعم طب أرجع لك أستاذ أحمد للدقيقة 27 هل كان هناك فعلا ركلة جزاء للأهلي بداعي الحشون طبعا حالة الطرد هذه لو تمت كان تغير مجرى المباراة كميلا بعد أن أرجع للمباراة الاتحاد والشباب حمدان الشمران يطرد على حالة أقل من ذي وأكثر وأقل منها تقديرا لكنها تستحق الطرد هذه أكثر وضوحا وربما أيضا في قرار لو مثلا اتخذ القرار في قرار بعد المباراة يمكن يوقف مبارتين لجانب ذلك لأنه يذاء للخصم ولا أخذ فيها الحكم شيء من الطبيعي جدا أنها تغير في مجرى المباراة السؤال الذي بعده على أقرة الجزاء أرى أنها ركلت جزاء كما رأاها أيضا كثير من المشرعين التحكيميين وليس أنا فقط قد نختلف في التقدير لكن في النهاية أي وحدة فيهم بس أخوة أحمد الشمراني أي ركلة جزاء فيهم قصدك أحكي على تبع دقيقة 27 اللي هي ما الأدو هاي الثاني ولا ما اللسومة هنرجع لوحدة وحدة أنا بأتكلم عن أي بل أنت بالضبط أنا بأحكي عن اللي كان في الدقيقة 27 أول وحدة أول وحدة في 27 أختلفه حكام قالوا ركلة جزاء وحكام قالوا لا ركل الجزاء لكن الأكثرية ما لأنها ما يركل الجزاء صحيح قبل نهاية الشوط الأول أيضا كان هناك دربة جزاء للهلال لتعرض قوميز أيضا للخشونة داخل منطقة الجزاء والله بعد فيها وما فيها لنتكلموا عنها فيها وما فيها طب أنتوا كلكم تشتكوا من يعني أنه كان فيه أخطاء تحكيمية لما نجي عشان تجزموا فيها وما فيها أو أعرف فيها وما فيها أنا أنا شو أقول لك طرد مستحق مفوض يكون فيه طرد بس ما نطرد يعني وركلة الجزاء الثاني اللي مع العمر السومة أنا أحسب لأن الحكم حسبها من أول مرة لكن نتكلم عن واقعة واقعة قوميز وواقعة الدويت فيها وما فيها طب فيها أستاذ أحمد ولا كمان ما فيها لا ما فيها هذه ما فيها هذا تلاحم عادي بين ثنين عادي تستوي طب وحالة السوم تلاحم عادي وحتى حالة السوم ما احتسبها الحكم لأسف لي يليت ما احتسبها ورجع للفار لكن يحتسبها لأنه في منه ويذهب إلى الفيار وقالنا خلاص هو التأكيد طيب لا لا ما فيها أمامك شوفي اللقطة كلهم أجمع توازنة حفيد اللاعب يضرب أي لمس لللاعب في الوقت هذا يختل توازنة ألطون لماذا كنا نحن كنا نحضر في المباراة وزملائي قالوا أنها ما راح تنحسب قبل ما يتدخل بالفار ليس لذلك أنا سألتك فيها أم لا أنا سأقول مع الفار وغير الفار هي ركلة جزاء ركلة جزاء